رؤية الشكل وبنسميه عندنا احنا في الكرة فتح نفس بيفتح نفس اللعيبة كلها وسبرينتات واحتكاكات شيء بسيط من اللي حتشوفه في البطولة هناك اولا انت بتلعب برا ارضك هناك ارض تانية خالص في صحي العاج منتخبات بتكوى بتكبر بيبقى عندها حافظ لما بتشوف التتويج والكاميرون مثلا لما وصلت على ارضها وما اخدتش البطولة السنغال وهي بتحقق بسميه دوبلي فاص يعني الناحيتين كاس العالم وبطولة افريقيا مصر لما بتوصل الناحيات وبتوصل دايما على الفينال شوت في الاخر خالص وبتبقى دايما قدام مصر حواجث كتير جدا ولكن اللعيبة بروحها بتروح بحتة بعيدة جدا يعني احنا كل مرة من المراحين بقول رب نلعب على التالت والرابع ده من بعد الفين وعشر اه يعني بقالنا فترة كبيرة قوي هو حظ كوبر اللي كان واحدش فكرتين انت وصل للفينال معكمة وكسبان لغاية اخر عشر دقايق او حاجة زي كتا او سبع دقايق جا فيه بولين فاحنا نملك لعيبة عندها خبرات كويسة جدا نملك لعيبة محترفين اللي هو الشكل الامامي كله عندنا حارس مرمى والبديل اللي جايد جدا عندنا محمد عبد المنعم الحقيقة بدايته كانت فيزير بطولة وتقلقه ان شاء الله يبقى والشكل الاوروبي اللي هو بيحلم بيكون برضو من نفس البطولة اللي هي بتاعة يومه تلاتاتاتات من اللعيبة التقيلة واللي ابتدى مهاجم بكها بقى مدافع يعني ليه قصة كبيرة جدا حالة او حالة فعلا بس حالة سكة بالنفس الواحد بيعتز بيها يعني وبتفرج عليه عمر كمان عبد الواحد انا عايز اتطمن بس على اصابته انه يكون حيها لعيب كويس جدا عندك محمد هاني وعمر جابها كويسة هو لتالي للصباح حتيفة وكذا كده هيتعمل له اشعة لزيادة الطمقانة ان شاء الله يبقى حاجة بسيطة يعني وانا اتلعت كمان كلمت على امام عشور قبل كده لما كان خارج من مبارات الالي وعنده ملخ وحاجة دا كده طالبت انهم ما يلعبش الا لما يكون سليم مياه المياه لان انت محتاجه في البطولة بقوة لانه جوكر بيقدر يلعب في اي حتة فهي المباراة كانت بالنسبة لللاعب نفسه مهمة جدا محمد صلاح مش حيديك في المباراة زي ايدي الفول باور بتاعه يعني حيبقى برضو زي انا بقولك فاتح نفس تواجد مع اللعيبة احساس الخصم ومحمد صلاح في الملعب بيديك اه ادفاندج تانية خالص يعني كل ما بيمسك الكرة حتى في ليفربول تواجده من غير اي حاجة كانت تصريحات الاخيرة يعني كي بيقولك هو وجوده مهم وزي ما ناواندي بتقول ووجوده في ليفربول مهم وبقى اسستنج يعني بقى طبع بهو اللي بيعمل الجول هو اللي يعمل لو ما جابش جول بيعمله جولين في الماتش او حاجة زي كده فبقى فارق كتير جدا في الرؤية وفي الخبرة وفي التحركات وحيفيد السرعات اللي هي موجودة عندنا دجانة ريديجية ومرموش ومصطفى محمد وزيز وجنبه ويعني حيفيد الدنيا كلها اه اي نعم ما فيش بليميكر يقدر الواحد يعول عليه انه ده حيبقى الامداد لمحمد صلاح في السرعات يعني ما بحبش لقيت محمد صلاح بينزل مبارح لغاية النص ويستلم الكوربة تارت الشكل بتاعه بيتغير يعني مش مستسيغي قوي عدم موجود افشة مسلا مسلا يعني عدم موجود انا فيه ناس كتير قوي يعني طريق حامد من الزمالك عواد افشة فيه لعيبة كتير جدا كنت انت تقدر تستغنى يعني تستغنى عن الشكل الحديدي اللي هو عامله ورا يعني واخد علي جبرو سامي واخد ياسر واخد محمد عبد المنعم يعني خد في المنطقة دي كتير جدا وخد في حراس المرمة كتير جدا فكان كان بالأدهى او ان هو يكون معلقال البليميكر ده انا لو عبدالله السعيد كان ياخد عبدالله السعيد في السن ده لعيب كورة وبرضه ومعرفشيه ليه ووزنه ليه يعني مش هقولك قفشة بس يعني عالقال ياخد النوعية دي او الشكل ده عندك كده واضح بعض التحفزات على السكواد اللي تم اختياره كابتن شريف بصراحة؟ بصراحة طبعا انا قلت قبل كده يعني ده سكواد لما اخد من فرقة بيرامد السابعة واسيب الناس اللي هي ورده افريقيا وبرونزية وسوبر مرجعين في رأيك ازاي يعني يبقى فيه اختلاف في التعامل بس ايه سبب ايه سبب حاجة زي كده في رأيك انتقلين اقولها تاني بحنا عديد بقى ونقعد حلوة وكلام بيحلام وبقى حضرتك لا يعني فيه ناس بيتبقى مصلحة ان فيه لعيبة تانية لعيبة معينة وخاصة المحترفين انت عندك وجه جديد داخل عينها تاني رجع تاني كوكا يعني يعني فيه يعني فيه وقت كده بتبقى الحكاية واي نوت اذا ما فيش المنافس بعيد اوي يعني طب ما دول اولى